بقت الحقيقة منتشرة جدا في المصائف دلوقتي ولما تسمع من وجهتين النظر تبقى مش عارف مين فيهم الصح الحقيقة وعشان كده معنا دكتور منار بارة عشان نسألها في التفاصيل بقى اللي عليها خلافات زي اللي حقولها دي واللي تبدو انها بسيطة لكن بتعمل خناءات وانا شفتها بعيني يعني زي مثلا ان صحاب الفيلال او الشالهات عايزين يحجزوا على البحر حقهم يعني ده بيتهم وعايزين يحجزوا مكانهم على البحر خصوصا لو معدهم الشمسية بتاعتهم يعني فيبعدوا حد من ولادهم الصبح ممكن من الفجر من ستة الصبح سبعة الصبح يحجز بفوطة يحجز بشنطة يحجز بأي حاجة عشان هم لما يطلعوا بقى ساعة ثلاثة اربعة دهر يعني عشان يعودوا ساعتين في الاخر على المياه فيحجزوا الشمسية وسبيل ان في ناس تانية بتطلع على البحر برضو عايزين يعودوا على البحر فيلاقوا الصف الاول كله معاليهوش حد فعليا ولكن كله مرمي عليه فوطة ومرمي عليه حاجة فهنا دول يقولك احنا بقى لنا ساعتين شايفين الشمسي فاضية كراسي فاضية فمن حقينا ان احنا عود واحنا محطوطين وراء وما حد اشتلع والتانية يقولك لا احنا حاجزين من الصح؟ ده حتى في الاعتلال دلوقتي كمال بيعملوا كده بقتش في رازرة مثلا معينة او في حتة معينة ده بقى ميندسات انا عرفت ان انا عايز اقعد الصبح فابع بعد بقى اما بتفق مع حد يحط لي الصبح الفوطة بتاعتي الكتاب بتاعي بحيث ان انا احجز وقتا منزل او يجيلي مزاج انزل انزل الاقي المكان اللي انا عايزه موجود طبعا ده في نوع من الانانية انه انا بفكر في نفسي بس ودي معظم الحاجات اللي بقت في مجتمعنا لو هي محركها الانانية بتطغى بقى على حقوق الغير خالص فكر في نفسي وبس مش مهم مين يتضر مش مهم مين ما يتبسطش المهم انه انا اللي عايزه هاخده في الوقت اللي يناسبني من حقه طبعا اصحاب الفيلة لاصحاب الشليهات من حقهم طبعا بس انزل اقعد عليها استفيد لو انت عتنزل وتقعد انزل ان شاء الله من الفجر غير براحتك خالص لكن ان انت بتحجز عشان وقتا ما تنزل تكونوا ثلاثة اربع عائلات قاموا وقعدوا لمجرد انت عايز تقعد في حتة معينة على نفس اللاين بتاع الفيلة بتاعتك او نفس البيو مش عايز تمشي غير خطوتين فانا خايف لما انزل الساعة تلاتة اربعة ما يكونش الشمسية دي فاضية بس ممكن تكون اللي جنبها فاضية او اللي ورا فاضي هو مش عايز انا بفكر في نفسي وبس طبعا مش من الزوق ده مش من الزوق الزوقيات ان انا بتصرف بتصرفات ملائمة ومهزبة في كل الاوقات في كل مكان دي من الحاجات المهمة جدا طبعا لا خلاف عليه فكرة بقى رمي الاكياس والمخلفات وعفوا يعني انا بقول كده الدايبرز بتاعت البيبيز وكده يعني ما لها الكياس يا جماعة يعني يبقى معانا دايما نكيس في الفاضي في الشنط ونلمي فيه ونربط وناخده معانا بيوتنا نرميه في البسكت عندنا في البيت يعني دي مش محتاجة كلام في البيت ده طبيعي او كنا بنعمل كده زمان فدلوقتي الناس بتقول لا اصل المكان ما حطش بسكت جنبي فكده بيقدبوهم يعني طب انا مش ضروري انا نظفتي موجودة سواء في بيتي او برا بيتي هل انت وانت قاعد في الليفنج عندك هتمسك تشربت ايزاية ماية هتروح رميها عشان البسكت مش في الليفنج روم مثلا او مش جنب الكنبة اللي انا قاعدة عليها مثلا هتروح رميه في الارض فاحنا ما بنعملش الاماكن العامة معاملة بيوتنا فبالتالي تصرفات اللي ما بتحصل من الناس كده هو كده بيقدب المكان ان هو مش موفر لهم بسكت بس انا لما اقوم المكان حيبع منظره ايه بعدية ليه اقزي الناس بقى اللي بتشتغل على البيتش ويفضلوا يلموا ويفضلوا يدوروا ويفضلوا يلموا الاوراق بتاعت الشوكولت ولا الشيبسي ولا زيز المياه ولا غوتيان مش عارف ايه ليه فهي ده برضو نوع من ان انا بفكر في نفسي وبس فانا بيقدب المكان انه موفروا ليش بسكت مع انه ممكن يكون معايا شنطة او كلنا حاجات من الشنطة البلاستيك اللي معنا هلموهم وارميهم في اقرب بسكت قريب منه نعم عايز ارجع برضو لفكرة ان انا عايز امبسيت انا والجروب اللي معايا فبنشغل مزيكة بنتحك بنلعب لعبة معينة بنلعب برياضة معينة كرة راكت مش عارف ايه كده ازاي اعمل كل اللي انا عايز ايه ده بس من غير مأزيك جراني اللي قاعدين في الشمسير اللي جنبي اللي بيتمشوا جنبي هو في العادي دلوقتي بقى فيه اماكن للعب الفوليبول او الراكت ماجيش بقى انا قاعد في وسط حيلة كده وحطلبت معي ان احنا نلعب كرة هنحدف لبعض بس انا مش عايزة لو حالعب بولي فانا هلعب بالكرة هنا في وسط الناس او اسيب بولادي يلعبوا بالكرة في الرملة وسط الناس الكبيرة اللي هي عدم ريحة اللي هي عدم تريلاكس والرملة بقى تطير عليهم الرملة تطير عليهم والكرة تطير عليهم والاكل يدوء يقع عليهم عادي وازاست المياه تطير واللي بيشربوه يطير طبعا ده برضو مش لائق تاني حاجة اعمل ميوزيك اللي انت عايزة بس مش ضروري تسمع اللي جنبك يعني ممكن تعملها وتحطوا هيتفون تحطوا ايربوت تحطوا اللي انتوا عايزينه هتتبسط وهتعمل نفس الحاجة من غير مزعج الناس اللي جنب هل ممكن استأذنهم لو هم حابين يسمعوا معي ولا دي مش بحرقهم ممكن بس يعني ممكن يقولك وطي شوي فهتدائي فتاند معي ففي ناس احنا لو في كل تصرف بفكر فيه ان انا ما يبقاش فيه انا نية وان انا مش هدايق فيه حد من الناس اللي جنبي هتقينا دايما بنعمل حاجة بمعيار الزوء كده بالراحة هفكر مش يلا انا عايزة تبسط وخلاص انا زي زيه هو بيتبسط نايم او بيقرى كتاب لكن انا هتبسط بالميوزيك او بالصوت العالي او ان احنا نغني او نلعب افلام ويبقى صوتنا عالي ونسرخ ونصوت واندايق الناس كلها نازم نروعي الحاجات دي كمان اللي سايبين عيالهم المطلوقين على الجران بقى هالناس بقى اللي داخل بقى تلاقي طفل فجأة بجيبه من عن شمسية حد تاني يقعد معاهم هيلعب مع الاطفال التانيين من غير ما يستأذنهم من غير بيلعب بحاجتهم بيلعب اللعب بتاعتهم اللي امه ما بتبقاش عاملة بقى رقاب يعني اوكي ولادك يلعبوا ويتبسطوا كل حاجة بس يلعبوا مش في حتة برايفت بقى بتاعت الناس ملاقيش الناس قاعدة بتاكل وابني دخل قاعد ياكل وسط الناس مثلا وانا سايبا عادي جدا ولاد جاعة دي لأ طبعا مفروض ان انا شفته بيلعب على البيتش قدام ولا على البلاج قدام في الرملة مع الولاد وكلهم بيلعبوا مع بعض تمام لكن ملاقيش ابني بقى بيشد حاجات الناس واسيبوا او الاي ابني بيزقهم عشان ياخد حاجاتهم واسيبوا برضو عادي جدا دي كلها حاجات غير مقبولة او اقول لا اصلا ابني لأ في حاجة اسمها زوق ابني لقيته بيتعد هيروش بقى رمل على الناس هيروش رمر على ولادهم هيبتدي يشد حاجتهم لازم انا الام بترائب هتقولك اصلا انا كنت قاعدة ريلاكس ومخدتش بالي طب مين اللي هياخد باله تعرف يا دكتور انا عايز ارجع